في حلقة اليوم ما هي المدة التي يحتاجها التسريب الإشعاع النووي لوصوله لمنطقتك النقطة الثانية كيف نحمي نفسنا خارج البيت وداخل البيت من آثار التسريبات الإشعاعية النووية والنقطة الثالثة كيف نحافظ على الهواء النقي داخل الملجأ الذي تعمله في بيتك بطريقة صحيحة حاب تتعرف على هذه المعلومات تابع الفيديو مرحبا تابعين العزاء ومشاهدين الجدل أحييكم إنما كنتم معكم دكتور فراس العلي أحداث متسارعة مؤسفة للأسف تشهدها منطقتين العربية ويشهدها للعالم أجمع اليوم خلنا نتكلم عن هذه الأشياء وقبل ما أتكلم عن موضوع اليوم أحب أن أشكر جميع من يشجح هذه القناة ويساندني بالكلمة الطيبة والتعليق والاشتراك ومشاركة هذه الفيديوهات لتعمل فائدة وتكون صدقة جارية عني وعنكم بإذن الله تعالى وبغض النظر عن المضايقات التي تتعرض لها هذه القناة وفهمكم كفاية ما حبيت أطول الفيديوهات اليوم سوف أقسم هذه المواضيع لثلاثة أقسام وأعملها على ثلاثة فيديوهات أوزعها على ثلاثة فيديوهات وأنشرها اليوم لتحل الفائدة بطريقة سريعة فهيا بنا ننطلق نتكلم اليوم عن المدة التي يصل بها التسريب النووي والإشعاعي إن وجد من المفاعل التي ضربت في إيران لمسافة ألف كيلو متر طبعا هذا يوجد تسريبات مختلفة نتكلم عن وصول التسريب الإشعاعي عن طريق المياه وعن طريق الهواء طبعا يوجد التربة ولكن أسرع شيء هو المياه والهواء طيب خلنتكلم اليوم عن تقدير زمني تقريبا لوصول التسريب الإشعاعي جوا لمسافة ألف كيلو متر هذه المعلومات ليست دقيقة وليست ملزمة ولكن جمعتها لكم من مصادر مختلفة لكي يعني يكون عندنا علم بالشيء ولو بسيط ولو تقريبا أحسن من لا شيء أرجو الاهتمام بهذه النقطة زيان الزمن التقريبي لوصول الرياح إذا كانت الرياح سرعة الرياح 20 كيلو متر بالساعة تكون الرياح بطيئة قرب السطح يعني تحتاج إلى 50 ساعة تقريبا يومين للوصول إلى هذه المنطقة لألف كيلو وطبعا حسب اتجاه الرياح إذا اتجهت هذه الرياح لمنطقة معينة مع هذه التسريبات الإشعاعية بعد ألف كيلو يحتاج إلى خمسين ساعة فأرجو التنبه لهذه النقطة اتجاه الرياح أنا ليس خبيرا بالطقس ولكن بشكل تقريبي النقطة التالية إذا كانت سرعة الرياح 40 كيلو متر بالساعة تحتاج إلى طبعا 25 ساعة للوصول وإذا كل ما زادت سرعة الرياح إذا كانت هناك عواصف قوية وشديدة ممكن أيضا أن تحتاج إلى 8 ساعات فقط لكل ألف كيلو طبعا يلعب دور أشياء كثيرة بالنسبة لانتقاله عبر الجو وهو نوع التسريب إذا كان في مستوى منخفض قرب سطح الأرض يتحرك أبطأ ويتأثر بالتضاريس إذا كان في طبقات الجو العليا قد يسافر وينتقل أسرع بمسافات أطول اتجاه الرياح كما ذكرت إذا كانت الرياح تهب باتجاه منطقتك مباشرة فقد تصل أسرع التضاريس، التقس والتضاريس، الجبال والحرارة والرطوبة قد تؤدي وتؤثر على الانتشار طيب مثال بسيط خلني نذكره في كارثة تشيرنوبل عام 1986 وصلت الغيوم المشعة إلى السويت السويت تبعد عن تشيرنوبل في أوكرانيا ألف كيلو تقريبا في أقل من 36 ساعة عبر الرياح الشمالية الشرقية ولكن هي أصلا ما لازم كانت الرياح تروح على أو تذهب أو تحب على السويد ولكن قدرة الله ذهبت هذه الرياح إلى السويد طيب خلني نتكلم كم يستغرق وصول التسريب النووي عبر المياه عبر المياه طبعا يعتمد أيضا على سرعة المياه وسرعة نهر يكون بطيء أو سريع أو متوسط خلني نتكلم عن سرعة نهر تقريبا 12 كيلو باليوم يحتاج للوصول إلى 80 يوم 80 يوم إذا كانت السرعة 48 كيلو متر باليوم يحتاج إلى 21 يوم للوصول هذه المياه الملوثة طبعا إذا كانت السرعة سريعة جدا وسيول جارفة تحتاج إلى 8 أيام طيب خلني نتكلم عن عبر المياه الجوفية تكلمنا عن الأنهار والسيول الجارية عبر المياه الجوفية الأمطار عفوا تعتبر من الأبطأ على الإطلاق لأنها تستغرق من أشهر إلى سنوات طب وين المشكلة؟ المشكلة عبر الأمطار الملوثة هذه مشكلة كبيرة لأن التسريب الرطب يسموه عبر الأمطار الملوثة إذا تلوث الهوا بجزئات مشعة قد تنزل مع الأمطار على مناطق تبعد مئات الكيلو مترات في أقل من 24 ساعة المشكلة بالأمطار يعني وهذا يعتبر أسرع طريق لنقل التلوث الإشعاعي مائيا من الجو إلى الأرض طيب هذه الأمور كلها كيف نحمي مياهنا من التلوث الإشعاعي تخطيط خزانات المياه المكشوفة إغلاق مصادر تجميع أو التجميع المطري المؤقت غلي الماء لا يزيل الإشعاع بل يتطلب فلاتر متخصصة مثل الفحم المنشط زاد عزل إشعاعي طبعا إمداد طارق من مياه آمنة محبقة ليش أنا دائما أقول لكم خزن ماء قدر الإمكان لمدة يومين أو ثلاث أيام أو أربع أيام على الأقل أن يكون عندك كمية كافية من المياه أبين ما ربنا يحليه هذا الموضوع اليوم نتكلم عنه بطريقة سريعة كيف المدة التي يحتاجها التسريبات الإشعاعية للوصول لمنطقتك وليس لازم تكون من المؤكد أن أتصل كما ذكرت تعتمد على سرعة الهواء خبوب الهواء الرياح التضاريس درسة الحرارة الرطوبة جميع هذه الأمور ولكن العلم بالشيء أفضل من الجهل به وطبعا يوجد مؤسسات حكومية متخصصة مختصين بهذه الأمور درسوا دراسات طويلة عريضة لتفادي مثل هذه الحالات الاستثنائية ولذلك علينا الاستماع للتوجيهات الرسمية وعدم الإهمال لهذه المعلومات التي تصدر عن المؤسسات الحكومية المختصة أتمنى من الله عز وجل أن يحميكم ويحمينا ويحمي البشرية جمعا الحلقة التالية سوف أتكلم شلون تحمي نفسك خارج البيت وداخل البيت من آثار تسريب الإشعاع أنا ويحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة اليوم